كم يبلغ سعر 14.6 جالون من البنزين إذا كان ثمن الجالون الواحد هو 2.70 دولار إذن لدينا 14.6 جالون وكل جالون يبلغ ثمنه 2.70 دولار أو يمكن أن نقول أن 2.70 هي نفسها 2.7 دولار لنضرب إذن ضرب 2.7 فبذلك الصورة تكون أبسط وأعتقد أنك تعلم أن 2.70 يساوي 2.7 دولار لكل جالون لنقم بعملية الضرب إذن وللتذكير عندما نضرب أعداد عشرية طبعا علينا أن نتعامل معها كأنها أعداد صحيحة ومن ثم ننظر في أمر الفاصلة لاحقا وطبعا يكون لدينا 146 ضرب 27 ومن ثم سنتعامل مع الفاصلة العشرية إذن في البداية لدينا 7 ضرب 6 يساوي 42 نضع في اليد 4 7 ضرب 4 يساوي 28 زائد 4 يساوي 32 نضع في اليد 3 7 ضرب 1 يساوي 7 زائد 3 يساوي 10 إذن حصل ضرب 7 ضرب 146 هو 1022 الآن سنضرب بإثنان لكن هذه الإثنان على الأقل قبل النظر في أمر الفاصلة العشرية هي في الواقع 20 لذا علينا وضع صفر هنا لاحظوا أننا نقوم بهذا وكأننا نتعامل مع مسألة ضرب عادية لقد تجاهلنا الفواصل العشرية إثنان ضرب 6 يساوي 12 نضع في اليد 1 نستطيع تجاهل هذا الآن إثنان ضرب 4 يساوي 8 زائد 1 يساوي 9 إثنان ضرب 1 يساوي 2 والآن نستطيع أن نجمع إثنان زائد صفر يساوي 2 إثنان زائد 2 يساوي 4 صفر زائد 9 يساوي 9 وواحد زائد 2 يساوي 3 الآن أوجدنا حاصل ضرب 146 ضرب 27 وهو 3942 لكن المعطيات الأساسية كانت 14.6 ضرب 2.7 الآن نهتم لأمر الفاصلة العشرية علينا أن نحسب عدد المنازل الموجودة خلف الفواصل العشرية لدينا واحدة هنا وواحدة أخرى هنا إذن النتج الذي حصلنا عليه يجب أن يحتوي على عددين على يمين الفاصلة العشرية حسنا 1-2 ونضع الفاصلة هنا إذن ثمن 14.6 جلون بنزين هو 39.42 دولار شكراً ل accumulated